أيضا في حاجة تانية حننتقل إليها دلوقتي نتكلم عن مجموعة من الأخبار الموجودة معنا عن الفريق طبعا أول خبر معنا هو تجديد عقد مؤمن زكريا ثلاث سنوات بعد فترة كان مصار فيها جدل في الوسط الرياضي عن عدم مشاركة مؤمن زكريا لكن في النهاية قلنا أنه تم البحث عن أفضل صيغة تعاقدية تحقق ما يرضي اللاعب ماديا وأدبيا وقمته كلاعب وإمكاناته الفنية سواء مع الأهل أو منتخب مصر وما أيضا تحقق رؤية النادي والبحث عن المعادلة التي تحقق الصالح العام أو الأفضل لمصلحة الطرفين النادي الأهلي ونجمه مؤمن زكريا وبالتأكيد هو إضافة كبيرة جدا وإن شاء الله نستفيد به بالشكل الأمثل ويكون وجوده في الملعب نقطة إضافية أو نقطة إيجابية جدا مع العناصر الموجودة في الفريق في الفترة الجاية وكمان يعود بقوة للمشاركة بشكل إيجابي ومؤثر مع منتخبنا الوطني